نرجع لمدينة الانتاج الإعلامي ودايما كنا بنشتكي الأجانب ما بيعرفوش يجوا يصوروا في مصر محدش بيعرف يجي يصور فيلم في مصر بقوا بيبنوا الهرم في المغرب والمغرب بقت متصدرة صناعة السينما تكتذب نجوم السينما في كل مكان لو عايزين صحرة يا حتروح المغرب يا حتروح الأردن ودلوقتي ممكن تروح السعودية كمان السعودية كمان فيها أماكن تصوير بقت عظيمة جدا وأيضا دبي يعني انتوا شايفين Mission Impossible بقى ونطلع برج خليفة وكده يعني التصوير في الدول العربية بقى متقدم جدا وكل دولة بتتنافس علشان تكذب تصوير لقطات من أي فيلم أجنبي عندها علشان ترويج أيضا لهذه الدولة إحنا بقى اللي عندنا الهرم والكرنك والأقصر والصحرة والنيل وكل حاجة كانت يعني أتمنى أن يكون ده كان في خبر كان التعقيدات عظيمة يعني الفلوس كانت غالية جدا تكلفة غالية جدا التصريح والإجراءات معقدة جدا وكان مثلا الناس تقدم تصريح ممكن تقعد بقى بالسنة ما يجلهاش تصريح ويتالك آه أصلي انت جسوس انت جاي تصور عشان انت جاي تتجسس كان دايما فيه شك في الناس اللي جاي تتقدم بتصريح من أجل الأفلام فالناس تفشت ببساطة الناس ما بقتش يعني خلاص Death on the Nile ده ما بقتش بيتصور on the Nile يعني أجثة كريستي زهت ماشيت خلاص راحت تصور في يعملوا لك النيل في حتة تانية والهارم في حتة تانية وده فعلا بقى بيحصل الناس بتصور فيه أماكن أخرى يعملوا الهارم وابو الهول وكل شيء غير ان الجرافيكس بقت خلاص متقدمة جدا مدينة الانتاج الإعلامي عملت خطوة بقى لنا 20 سنة بنونادي بيوم متأخرة مفوضية صناع السينيما التابعة للمدينة ولها صلاحيات من مجلس الوزراء لتسهيل تصوير الأفلام والأعمال الوثائقية والفنية في مساء